اشتركوا في القناة وشرفني بأن أكون منهم إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبعين الشيطان على أخيكم أتصور ذلك السكير سماه النبي أخل لنا أخيكم نحن اليوم لا يقال لرجل أخينا إلا إذا كان ملتحيا صاحب عمامة لكن النبي عليه الصلاة والسلام السكير قال أخينا هذا الذي يسكر المسلم هو أخ لنا قال لا تعين الشيطان على أخيكم قالوا يا رسول الله وماذا نقول قال قولوا الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاك به وعافاك الله الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاك به وعافاك الله إذن عوام المسلمين لا يجوز تجريحهم فما بلك بالعلماء العلماء الأتقياء الأنقياء هذا علم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل هذا نشأ أيام تدوين علم الحديث لما كان الإمام البخاري ومسلم والنساء وأبو داود والترمذي والطيالس لما كانوا يجمعون وابن مالجا لما كانوا يجمعون علم الحديث كانوا بحاجة إلى معرفة الرواة هذا الراوي هل هو عدل هل هو مجروح هكذا كانوا أيام جمع الروايات ولكن التجريح في يومنا هذا هو من الغيبة والنميمة نعم هو من الغيبة والنميمة كان الإمام البخاري 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 وما أدراك إذا أراد أن يجرح راويا من رواة الحديث يعني مضطر لأنه يجمع الحديث حتى يعرف الصحيحة من غيره أو أنكروه أو تركوه هكذا يقول تركوه تركوه لكننا اليوم نسمع الكافر المشرك القبوري المبتدع يبال عليه هكذا سمعت والله الذي لا إله إلاه نعم سمعت من يقول عن كثير من العلماء يبال على رأسه هذا كلام هذا من الغيبة والنميمة هذا هذا حفر قبره بنفسه لأن هؤلاء خصومه يوم القيامة ما فائدة الجرح والتعديل اليوم يا سيدي وهو ليس جرحا وتعديل هو جرح وجرح نعم ومن الكرامات ومن الكرامات أقول ومن الكرامات أن هؤلاء الذين جرحوا كل الأمة الإسلامية بعوامها وعلمائها في النهاية جرحوا أنفسهم اليوم نشاهد حربا قاتلا وشرسا كل واحد من هؤلاء يجرح الآخر فإذا صدقناهم كلهم بمجموعهم يكونون كلهم من أهل البدعة لأن كل واحد يقول عن أهل البدعة حسبنا الله ونعم الوكيل الجرح في زماننا هذا هو جزء من الغيبة والنميمة إذا رأيت خطأا في عالم من العلماء جاز لك أن ترد عليه الإمام العراقي الحافظ العراقي لما رأى في إحياء علم الدين أحاديث ضعيفة ماذا فعل كتب حاشية وهي تطبع إلى اليوم تطبع مع إحياء علم الدين الإمام ابن المنير المالكي لما رأى أخطاء في تفسير الزمخشري وهي جرى فيها على مذهب الاعتزال ماذا فعل كتب حاشية على التفسير الزمخشري فهو يطبع معه اليوم بعيدا عن السب بعيدا عن الشتم بعيدا عن التبديع والتظليل والتكفير والإخراج من الملة حسبنا الله ونعم الوكيل